نا جاءكم تاني وعلى الفقرة الحوارية مع نجم من نجوم كورت القادة المصرية نجم الصعد الواعد محمد علي رضا نجم نادي في يوت شر أبا حميد أهلا بيك أهلا بيك طبعا كابت المبسوط اللي أنا موجود مع حضرتك النهارة يا محمد يعني مبارات سموحة بالنسبة لك أعتقد أنها من المباريات اللي أنت استمتعت فيها وأحرصت فيها وهدفت فيها بهدف بشكل مميز جدا طبعا يا من أحسن المبسوط بالنسبة لي كنتيجة وكأداء تيم جماعي وطبعا أن أنا جدت فيها جون وعملت ضرب الجزاء فبس هي كانها حطتنا في المركز الخامس دي بالنسبة لي أهم كتير من الجون وإي حاجة تاني دعا كمان الجملة التكتكية مع بن ناصر الجونسان ليك برضو كانت شكلها رائع يعني التنفيذ بتاحها رائع طبعا الحاجات دي في التدريبات دي دا بشوك وتعملوها يعني آه طبعا كل الحاجات دي متمرانين عليها والسيناريو بتاع الماتش وكله احنا كابتن علي اللينا عليه كله يعني السيناريو الماتش وكله من أول دياء الآخر دياء ان احنا منستعجلش ويكونوا عندنا صبر في كل حاجة وكده كده هنجيب الأول والتاني والتالت وكن متوقع ان احنا نكسب بسكور كبير كمان اه طبعا قولي بقى البداية بقى مين من هو محمد رضا بوبو من اسمك بوبو الأول والله انا لقيت مرة واحدة مزيع بيقول محمد رضا بوبو ما كنتش عارف من بوبو بس في ناس حكيتلي ان بوبو دا كان اسطورة من أساطير نادل للتحادس كندري طبعا نجم كبير كابتن بوبو دا حد كان مدافع قوي جدا الله رحمه حسن إليه بوبو دا نجم التحادس كندري في جيله الزهبي وفاز مع تحادس كندري بطلتين كاس مصري منهم سنة أول واحدة كانت 14 سنة بين مع دمنادي الألف في سنة القاهرة طب بني حسن بقى قبر بني حسن ايه بني حسن اهو قولنا بني حسن اهو عشان انت جاي وصلت على بني حسن طبعا بلدي وافتخر بيها طبعا بلدي طلعت اسطور كتير طلعت كابتن عبد المقصور صلاح كان بلعب في جيل كابتن حمد أمام وطلعت تعالى عافيشي بحفظ الشرقية بني حسن بحفظ الشرقية مركز كفر صجر لا مركز أولاد صقر أولاد صجر مش كفر صجر لا أولاد صجر طبعا ما ايش بتختلف ها اه طبعا صجر الممصجر دي صجر طبعا اه وطلعت أسطير كتير وطلعت لعبة كتير لعبة في الدور الممتاز علي عافيشي كان بلعب في المقاولين والاتحاد طبعا وكان طلعت لعبة كتير قوي تامر السيد لاب درجة ثالثة أبو الروبي أحمد أبو الفتوح ناس كتير قوي لعبة ثانية أو ثالثة وكده وناس كتير يعني طب عرف الناس سريع ببيك يعني انت من بني حسن في أولاد سقر جيت زي القاهرة وبعد كده دجلة الحكاية من شعبك من حلو عليك متظهر عزيني كنت تقدي كده كده صغير طبعا أنا بدأت وانا عندي عشر سنين كنت بروح أكاديمية اسمها أكاديمية الزمالك مع كابتن سيد عبعيل عدت في الأكاديمية دي سنة بعد كده أكاديمية دي سبت أكاديمية ده موليد الفين كان سنة كم الكلام ده الكلام ده من آه كان عندي بتاع 8 سنين 9 سنين وبدأت وروحت أكاديمية تانية اسمها مع كابتن شحادة محمود كان عاملين توقامة مع نادي امبي رحت عادت في امبي وداني امبي عادت فيها 7 شهور بعد كده هم مشيوني ما يوضيتش يقايدوني من بقى مردش يقايدك كابتن جمل السيد عمري من السيد طبعا مردش يقايدني طبعا أنا كنت عامل كل حاجة وكنت ماشي كويس قوي وهو مردش يقايدني الظروف معينة فعادت في البيت ده خير ما تعرفش طبعا طبعا بس عادت في البيت وقلت مش هلعب كرة تاني وكده بس كابتن عامل فارق يعني هو اللي كان عايزني في امبي راح دجلة سابوك في البيت وانت صغير كده اه أنا أبويا أبويا كان الوالدة سابتك كده مره واحدة كده وتروح صغير امبي وتروح دجلة هو أنا كنت عادت مع ستي عادت مع ستي وخالي شادوني كتير قوي أنا عادت معهم سبع سنين ترجمة نانسي قنقر